يبدو أن تزاحم المترشحين وممثليهم بهدف إنجاح حملاتهم الانتخابية أنساهم قطاعا هاما يقال إنه هوية الشعوب وهو قطاع ثقافة قطاع منسي في خطاباتهم كما في برامجهم المثقفين هم لازم يكونوا قوت اقتراح على كل حال البرنامج انتاع عبد العزيز بوتفليقة يتكفل بمجال الثقافة ويتكفل به بقوة ولو نتكلم على الترقية الثقافية سيسم برنامجنا الترقية الثقافة على نقطة الأولى تثمين طراثنا الثقافي عبر برنامج واسع لرد الاعتبار للمواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية ثاني دعم الانتاج والصناعات الثقافية بشتة اشكالها كتاب، سينيما، مصرح، موسيقى، برنامج إذاعي وتلفزيوني القضايا السياسية وانشغالات المواطنين طغت على خطابات المترشحين الستة للاستحققات القادمة في حملتهم الانتخابية التي شارفت على نهايتها على حساب الجانب الثقافي الذي لا يعتبره المترشحون وممثلهم مادة دسمة تستهوي المواطنين الذين أنهكتهم مشاكلهم الاجتماعية الأشخاص هذو اللي عملوا مظاهرة اليوم لماذا يقالوا من لي ما تفكروا همش في برامج المترشحين سيا علي بن فليس برنامج التعوي كانت تقرأيها بالتدقيق فيه كلمات على هذا الشيء ويقول هو مستعدد بش يطيح كل حرية لهذه الناس حد الآن المترشح أنت أنا سيا علي بن فليس تكلم على أشياء متعددة ولكن نظن أنه متحقق باللي في اليامات القادمة ينجم يتكلم على هذا الموضوع لماذا هذا الموضوع؟ هو يعرف موضوع أهم هو رجل ثقافي يحب الثقافة ولازم يتكلم على هذا الشيء والناس يكونوا إن شاء الله فرحانين ويكونوا مقنعين بالكلمات التي تهم وعلى غير العادة شهدت الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة موجة غضب من بعض المثقفين على عدم اهتمام المترشحين بانشغالاتهم كباقي فئات المجتمع